اهلا بكم مجددا اختتمت فعاليات المؤتمر العام لثورة السورية المنعقد في محافظة ادلب بالتوصل الى اقامة ادارة مدنية موحدة تجمع كافة الهيئات والمؤسسات والفعاليات تهدف الى تنظيم ادارة المنطقة سياسيا وعسكريا وخدميا في حين غابت الحكومة المؤقتة وبعض الهيئات السياسية الاخرى الفاعلة في المنطقة عن المؤتمر تحت عنوان قرار واحد وادارة رشيدة جرت فعاليات المؤتمر العام للثورة السورية في محافظة ادلب وانتهت اخر جلساته بالاتفاق على تشكيل ادارة مدنية جامعة تسعى الى الوصول لنظام اداري في محافظة ادلب وباقي المناطق في الشمال السوري المؤتمر وحسب بيانه الاول شاركت فيه كافة الفعاليات المدنية والسياسية في محافظة ادلب وممثلون عن المهجرين والعشائر السورية والهدف تحقيق مطالب الثورة التي لم تحضر ضمن المؤتمر الا بعلمها على ان توحيد الجهود الاجتماعية والاختصادية والعسكرية واجاد ادارة متكاملة شرعية وتنفيذية قادرة على اسقاط النظام وبناء علاقات متوازنة مع القوى الدولية المساندة لحقوق الشعب السوري كانت في قائمة اهداف المؤتمر حضرت سلسلة ترتيبات بدأت بلقاءات تحت بند المبادرات والتشاورات بالتزامن مع تعليق حكومة الانقاذ اعمالها ونشاطاتها ليتجهز المشهد لوضع يجري العمل عليه بشكل حثيث يتمثل بتوحيد الجميع تحت مظلة واحدة وفي المقابل تصاعدت الاسوات المعارضة معتبرة ما يجري استكمالا لمشروع هيئة تحرير الشام في حكم المنطقة والوصول الى صبغة مدنية تمكنها من النهوض على اقدامها وتبعد عنها شبح المواجهة مع المجتمع الدولي وامام التطورات والتداعيات المحيطة بمستقبل ادلب هل يمكن ان يمهد المؤتمر لمرحلة مستقرة تكون بداية لنهاية المأساة السورية في عامها الثامن ام انه مخاض متكرر لحمل كاذب طالما دفعت ثمنه مناطق المعارضة حول هذا الموضوع معنا الدكتور حسن جبران احد منظمي المؤتمر العام في ادلب وينضم الينا في الاستوديو ايضا الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني للثورة السورية سيد صالح فاضل مرحبا بكم حياكم الله شكرا لك قبل ان نبدأ النقاش حول ما هي المؤتمر العام لثورة السورية المنعقد مؤخرا في ادلب لماذا اثار انعقاد المؤتمر حظيظة الكثير من السوريين او البعض من السوريين من هذا البعض الحكومة الموقعة وهيئتها السياسية في رأدب ايضا حقيقة يعني منطقة ادلب منطقة ما زالت على الصعيد المحلي والدولي تعتبر من المناطق المجهولة المستقبل بكل اسف بسبب وجود هيئة تحرير الشام هذا معروف للجميع طبعا نحن نتمنى ان تنعم ادلب الخضراء بمزيد من الاستقرار والرقي بعيدا عن التوترات الدولية والمحلية هذا ما نريده لشعبنا في ادلب من هذا المنطلق باعتبار ان هذه المنطقة نفسيا وعمليا هي غير مستقرة لهذا السبب يشعر الناس بهذا القلق بسبب هذه الظروف هل هل من نقاط محددة يجب ذكرها حيال انعقاذ هذا المؤتمر يعني البعض اعتبر بانه على سبيل المثال اتحاد ثوار حلب رفض المشاركة لانه المؤتمر لا يشمل كل المناطق ولوجود شخصيات محسوبة على هيئة تحرير الشام نعم حقيقة يعني المنطقة تقريبا الشمالية ريف حلب الشمالي وغيرهم شاركوا منذ ايام في فعالية اطلاق هذا المؤتمر على اساس ما فهمه الاخوة في الشمال على انه امتداد لما بات يعرف سابقا بمبادرة عفرين المؤتمر الوطني للثورة السورية اعتبروا ان هذا هو امتداد لهذا المؤتمر ومعلوم اننا في الشمال السوري طبعا وكلنا في الشمال السوري وكلنا سورية الواحدة لكن لضرورة التعريف وتقدير الحالة نحن في بدايات العمل للمؤتمر الوطني سمعنا بان هناك دعوات اخرى لمؤتمر وطني من ادلب في محافظة ادلب وريف حما وهذا الكلام من عدة شهور يعني ليس حديثا عندها تشاور الاخوة جميعا وقالوا يجب ان يكون مؤتمرنا مؤتمر واحد وعليه انعقد مؤتمر موحد للجنة الاستشارية لادلب وريف حما مع اللجنة الاستشارية لمنطقة ريف حلب الشمالي والجنوبي وعقدنا لقاء في دارة عزة وبناء على ذلك خرجت لجنة مشتركة لاجل العمل على مؤتمر وطني للثورة سورية يشمل كل المحرر من ريف حما وادلب وكل ريف حلب الشمالي والجنوبي مساء الخير دكتور حسن مرة اخرى ببيانه الختامي اوصى المؤتمر بانتخاب مجلس شورى تكون الشريع الاسلامية مصدرها الوحيد للتأسيس لما اسماه المؤتمر حكم رشيد في المناطق المحررة يعني هذا يأتي طبعا كما سمعت في البداية وسط رفض واستنكار ويعني اثار حفيظة البعض من السوريين كيف تابعتم وكيف كانت مرجايات المؤتمر؟ الحقيقة ان ما يميز هذا المؤتمر عناصر كثيرة اهمها تلون الخارطة السورية في هذا المؤتمر فليس هناك جسم ثوري او لون سياسي في اطاره العام او جغرافي لم يشارك في هذا المؤتمر وميزة هذا المؤتمر ايضا بمخرجاته ففي بيانه الختامي قال ان هناك توفق على اللجنة ستكون هي الهيئة العليا للاشراف وتنفيذ الانتخابات التي تقود الى اول مجلس تشريعي مجلس شورى مجلس نواب لم يتم التوافق على اسمه بعد هذا الامر متوقف على المنتخبين والمنتخبون سيجتمعون ويقررون ما هو هذا المسمى فسيكون هذا الامر عودة للحياة السياسية وعودة للحرية في الممارسة السياسية والمشاركة السياسية بعد عقود من الاستبداد والفساد برعاية حكومة الانقاذ وهيئة تحرير الشام ام ماذا كيف سيكون الوضع كيف سيكون وضع السلطة في ادلب بالتزامن مع تطبيق مخرجات المؤتمر لا يا اخي الكريم اذا سمحت لي هذه الجهود الحثيثة التي يقوم بها الاستاذ الصالح في شمال سوريا وجهودنا ايضا في هذه المنطقة كانت سباقة حتى للفصائل ونحن مبادرتنا التي بدأت مع لجنة العشر التي انطلقت من بيتي وتألفت من عشر من الاكاديميين لم يكن هناك غلبة لفصيل وانما كان هناك فصائل دكتور حسن اسألك لانه يوجد اتهامات اليوم يعني السوريين يعني تعاملوا بها بانه ما يشجئ اليوم في ادلب هو ستارة او تمهيد لسيطرة هيئة تحرير الشام على كامل مفاصل الحكم في ادلب سياسيا وعسكريا ومدنيا وخدميا كل شيء كيف تنفي لنا هذا الموضوع او تؤكده يا سيدي ما هو موجود في ادلب عسكريا بالاضافة لهيئة تحرير الشام هناك ادعشر فصيل فلماذا التركيز عند هذه النقطة ثم ان الحياة السياسية متواجدة فيها الهيئة السياسية هناك هيئة سياسية هناك اتحادات ونقابات هناك عشائر وهناك حراك ثوري متلون ويمارس انشطته دون اي ازعاج فلماذا نريد ان نلون يعني نحن السوريون او بعض من السوريين يعني انا اتحدث اليك لانه يوجد جهات قطعته فعلا وتحدثت بهذه النقاط ايضا هناك رابط تقولون انه بين حكومة الانقاذ واعادة تحسين صورة هيئة تحرير الشام امام المجتمع الدولي وامام الشعب السوري تتحدث هيئة تحرير الشام ايضا باتت مؤخرا وكانها الممثل الشرائي الوحيد للشعب السوري في ادلب ما مدى امكانية قبول ذلك بالنسبة للسوريين يا سيدي هيئة تحرير الشام تقول انها جزء من الثورة السورية وهي جزء فاعل ومشارك فلماذا نريد ان نحشر الخيارات في الزاوية الحادة تمام وصلت اصورة نعم نعم سيد حسن نعم نعم سيد حسن يعني هناك امر واقع سيد صالح فاضل في ادلب وهو التعامل مع هيئة تحرير الشام كونها القوى المسيطرة عسكريا الوحيدة في ادلب وامام الهيئات المدنية لا يوجد خيارات امام الهيئات والمجالس المحلية فلماذا كل هذا الهجوم وطالما تقول هيئة تحرير الشام بانها غيرت من سياستها وفق ما تقوله وفق ما يقوله البعض من المراقبين كما الدكتور حسن حقيقة يعني اولا نحن نبحث عن حل سياسي للمنطقة تجنب اهلنا في ادلب وتجنب اهلنا في سوريا كافة من اي مخاطر دولية قادمة نحن دعنا نعترف ونقول ان هيئة التحرير الشام بغض النظر عن تصنيفنا نحن لها الان مصنفة دوليا تحت دائرة الارحاب وهذا حقيقة احد العوائق التي تقف في وجه انضاج ادارة سورية كاملة واحدة موحدة تمتد في كل المحرر من ريف حما الى ريف حلب الشمالي والجنوبي وحتى يعني وايضا العائق الاخر هي قسد ايضا الارهابية في المنطقة الشرقية من سوريا فهذا الحقيقة توصيف دولي بغض النظر عن موقفنا من هذا التصنيف الدولي نحن الحقيقة نعاني ايضا من ازدواجية المعايير في التصنيف الدولي وإله اكبر ارهابي موجود في العالم حتى هو نظام بشار الاسد الذي ما زال ممثلا في الامم المتحدة وما زال يمارس ارهاب الدولة التي من المفترض ان تكون بمثابة الاب النظام السوري هو اكبر ارهابي وحلونا قضية بشار الاسد وخلي تحت البند السابع وخلي يتحاكم وهذاك الوقت نحن السوريين سواء هي التحرير الشام وقسد وغيرها نتولى هذه المسألة لا شك نحن اعتراضنا حقيقة الاساسي على ان الظرف الدولي شئنا ام ابينا حقيقة القضية السورية بكل اسف اصبحت معظم مفاصلها بأيدي غير السوريين ونحن نقوم بعملية سياسية محاولين استرداد القرار لان يكون بأيدي الثوار السوريين من هذا المنطلق دعونا الى مؤتمر وطني عام وكان بودنا الحقيقة ان تنأى هيئة تحرير الشام وحكومة الانقاذ المرتبطة بها على الاقل على صعيد الدولي هكذا يقولون ونستطيع ان ننضج ادارة حقيقية للمناطق المحررة بعيدا عن هذه الفصائل العسكري على ذكرك غير السوريين كيف ستتعامل دكتور حسن هذه القوى او دعونا نعتبر بانه قوى المؤتمر العام للثورة السورية كيف ستتعامل مجلس الشورى الذي تمخض عنها مع العقبات خلال هذه المرحلة فمن جانب تركيا تسعى لتطبيق تفاهمات سوتي من جهة اخرى تلوح روسيا بعمل عسكري في حال لم تطبق تركيا تفاهمات سوتي فيما يتعلق بالمقاتلين الريديكاليين الارهابيين سميهم ما شئت في اشارة الى مقاتلين هاي التحرير الشام طبعا هذا تصنيف المجتمع الدولي كما قال سيد صالح فاضل وليس تصنيفنا نحن تمام يا سيدي نحن التصنيف الدولي شيء آخر وانا يعني لا نأخذ هذا الأمر بكثير من الاهتمام وكما قال الأستاذ فاضل ليس هناك ولكن يعني هذا الأمر لم تأخذه الآن بكثير من الاهتمام قد ينعكس سلبا في المستقبل القريب قد تبدأ روسيا عملا عسكريا يعني يذهب الآلاف من المدنيين يا سيدي العمل العسكري عندما حدث في درعة لم يكن هناك ما تتحدثون عنه وعندما أخرجوا الناس من حلب لم يكن هناك ما تتحدثون عنه وعندما أخرجوا الناس من بيوتهم في الغوطة الشرقية لم يكن هناك ما تتحدثون عنه هذا النظام العالمي المتمثل في قطبه الروسي وفي غيره يمارس أنشطة لا أخلاقية ويعبر عن منظومة أخلاقية فاسدة على المستوى العالم فلماذا نريد أن نربط أن الإجرام الروسي في الشمال السوري إذا حدث أنه مرتبط بلون ومع ذلك نحن نقول للعالم أن السوريين اجتمعوا في مؤتمرهم وأن هذا الاجتماع سيتمخض عنه انتخابات تعبر عن إرادة السوريين في هذه المنطقة لإدارة رشيدة منتخبة تشاركية تقول للعالم أن سوريا الجديدة هكذا تريد أن تقدم نفسها للعالم سوريا المنتخبة للتوضيح فقط دكتور حسن هذا الكلام فقط في محافظة إدلب ومحيطها لا يشمل لا عثرين ولا مناطق درع الفرات ولا ريف حلب الغربي يا سيدي لا لا إذا سمحت لي هذا الطرح هو لجميع المناطق المحررة وأنا يعني من عند هذا المنبر أقول للأستاذ صالح وأقول لكل السوريين في كل المناطق المحررة تعالوا لنجد القواسم المشتركة ونجد آلية معينة لنقود المناطق المحررة وفق نهج تشاركي ووفق إرادة الجماهير بانتخابات حرة نزيهة تقول أن السوريين هم من يرسمون مستقبلهم ويأخذون بعين الاعتبار مصالح الكبار والجوار بانتظار ما قد توضح الأيام القادمة تعليق أخير سيد صالح أخي الكريم يعني نحن مشروع توحيد الجهود بالأصل قام وفد من مبادرة عفرين قام بالإخوة بذهاب إلى المركز الثقائج في إدلب الأسبوع الماضي لأجل توحيد الجهود لكن عندما عادوا فوجئوا أنه يبدو أن الهيئة أو أطراف أخرى قد استدعت بعض الإخوة في مبادرة إدلب ومنعوهم أيضا من التواصل مع الإخوة في الريف الشمالي وعمليا الآن هل هناك أي منع لأحد من طرفكم للمشاركة في هذا المؤتمر أم أنه من نفسكم جاءت القطيعة لا هذه كانت مبادرة لأنه بالأصل مبادرتنا في المؤتمر الوطني للثورة السورية هي مبادرة لتوحيد الجهود ولأجل هذا ذهبنا والاستعادة القرار وهذا ما تم إلا أن يبدو الإخوة وهذا أمر طبيعي تعرضوا إلى ضغوط معينة لم يستطيعوا إكمال المشوار معنا وبالتالي يبدو أن هناك أطراف في إدلب لا تستطيع الحقيقة أخذ قرار مستقل دون مراعاة الظروف السياسية والعسكرية الموجودة نحن نداؤنا ما زال بدأناه وما زال ندعو الجميع إلى أيضا المؤتمر الوطني للثورة السورية عسى أن ننتج حكومة وطنية حقيقية فاعلة تخلص أهلنا في إدلب وتخلص أهلنا في ريف حلب الشمالي من حالة الفوضى الكبيرة العارمة بسبب عدم وجود جزيلا شكر سيد صالح فاضر نناطقوا باسم المؤتمر العام للثورة السورية كما لا أنسى أن أشكر أحد منظمي المؤتمر العام في إدلب الدكتور حسن جبران كان معنا عبر خدمة سكايب من داخل إدلب مشهور أشكركم أيضا مشاهدين الكرام على متابعة الحلقة حلقة سوريا اليوم لهذه الليلة تفاصيل أو فتشاهدونها على موقع تلفزيون سوريا سيريا دوتي ذي لكم من يوم فريق نعمل أطيب التحية إلى اللقاء اشتركوا في القناة